اهلا بكم الى موجز اخباري الان حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر لعبادي من احتمال تفاقم الازمة مع اقليم كردستان ما لم تسلم اربيل المعابر الحدودية للحكومة الاتحادية وقال لعبادي ان السلطة الاتحادية ينبغي ان تفرض سيطرتها على عموم البلاد ومنافذه الحدودية غير ان الجانب الكردي بطيء في تنفيذ هذا الامر كثفت قوات نظام السوري بدعم من طائرات روسية هجمتها على مناطق لا يزال يحتلها تنظيم داعش في مدينة ديرزور السورية وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان وسكان شنت طائرات روسية غارات مكثفة مع تقدم قوات النظام السوري صوبى منطقة حي العمال القريبة من بعض الاحياء التي لا يزال يحتلها داعش قال وزير الخارجية السعودي عدل الجبير ان ميليشيات الحوثي وصالح ارتكبت كثير من الانتهاكات ووصلت تجاوزاتها الى حد استهداف المسجد الحرام في مكة المكرمة بالصواريخ باستفزاز لمشاعر المسلمين في كل مكان اكد وزير الخارجية الاماراتية الدكتور انوار قرقاش ان انحسار الاهتمام الدولي بازمة قطر يقلق الدوحة وانتقد قرقاش توجه قطر للاعلام الغربي والهجوم على السعودية والامارات واصفا اياه بالتوجه البائس اعتبر الامين العام لحلف شمال الاطلسي ان كوريا الشمالية تشكل تهديدا عالميا مؤكدا انه يؤيد فرض عقوبات مشددة عليها واشدد الامين العام على ان حلف شمال الاطلسي يدعم بقوة الضغوط السياسية والديبلوماسية والاقتصادية على كوريا الشمالية فصلت شركة ابل الامريكية احد مهندسيها بعد ان نشرت ابنته شريط فيديو لهاتف ايفون اكس قبل اطلاقه في الاسواق رسميا وفق ما ذكرت وسائل اعلام امريكية وكانت الفتاة قد نشرت على يوتيوب الفيديو الذي يكشف تفاصيل الهاتف المرتقب وخلال ساعة قليلة حصد الفيديو نحو نصف مليون مشاهدة اعلنت شركة ليكويد روبوتيكس عن انتاجها للوح ركوب للامواج يتحرك بطاقة الامواج والشمس وسجلت هذه الالواح مليون واربعمائة الف ميلا بحري يعيش النجم البرتغالي كريسيانو رونالدو حالة سوبات واضحة خلال الموسم الحالي الارقام والاحصائيات تقول ذلك ومستواه ومعدل اهدافه يؤكد ما تكتبه الاحصائيات وتقول الاحصائيات ان رونالدو يمتلك اسوأ معدل تهديفي بين هدفي دوريات الاوروبية الخمسة الكبرى مقارنة بالتسديدات التي يقوم بتصويبها حيث يسجل اللاعب هدفا كل اربعين تسديد على مرمى المنافس الى اللقاء نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الان على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر الاشتراك او سبسكرايب ان اعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا ايضا بالضغط على مشاركة او لايك